تعيش تركيا منذ سنوات على وقع صفة اقتصادية ضربت البلاد نتيجة أسباب خارجية تتمثل بالأزمة الاقتصادية في العالم من تبعات جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا وأخرى داخلية لها علاقة بارتفاع نسب التضخم في البلاد هيئة الإحصاء التركية أعلنت ارتفاع التضخم في تركيا خلال آذار الماضي إلى 50.51% على أساس سنوي وبالك بعد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة وسط تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن معدلات الفائدة المرتفعة تشجع التضخم عادا إياها العدو الأكبر معتبرا وصول سعر الفائدة إلى 24 أو 19% يعوق الانتاج والاستثمار ويدفع الأفراد والمؤسسات إلى وضع أموالهم في البنوك وأغلاق الشركات والمؤسسات على وقع تأكيد اقتصاديين من أن هذا السلوك يحول الاقتصاد التركي إلى اقتصاد الرائعي ويفقد أهم مقوماته كاقتصاد انتاجي وجهة نظر الرئيس أردوغان تبدو متسخة هنا مع النظرية الاقتصادية في كون رفع سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم من جانب العرض لأنه سيؤدي إلى رفع تكلفة الانتاج ما يضع الصانعية السياسة الاقتصادية في تركيا في مهمة صعبة في معالجة الأمر بما يحقق مصالح المستثمرين والمدخرين والمستهلكين على حد سوى ومن هنا عمدت الحكومة التركية إلى سلسلة إجراءات للحد من الأزمة المعيشية للمواطنين الأتراك فقامت برفع الحد الأدنى للأجور ثلاث مرات العام الماضي ومطلع العام الحالي آخرها أعلن الرئيس أردوغان زيادة أجور العمال الحكومية 45% بارتفع أدنى راتب للعمال الحكوميين إلى 15 ألف ليرة تركية فضلا عن تحمل الحكومة دفع بعض الفواتير عن المواطنين الأتراك ومع اكتشافات تركيا المتتالية للغاز الطبيعي في البحر الأسود والمنجزات الاقتصادية الأخيرة تزداد أمال الأتراك بوصول بلادهم إلى مصاف الدول الكبرى وتحسين الواقع الاقتصادي عبر تقليل الاعتماد على الخارج في مجال الطاقة وتلبية الاحتياجات محليا